مساء الخير على حضراتكم أهلا بيك وحلقة جديدة في النور النهاردة الأربع 19 ديسمبر 2018 برحب بحضرتكم عندنا النهاردة فقرتين مهمين للحوار بعد الأخبار مباشرة هنتكلم عن آخر التطورات في قضية سيدة الكرم طبعا اللي تأجلت لشهر مارس تحديدا لجلسة 17 مارس طبعا ده قرار محكمة جنايات المينيا عندنا كمان موضوع تاني البيان الخاص بالنائب العام اللي صدر بالأمس عن قضية استشهاد اثنين من المسيحيين عماد كمال وابنه ديفيد على يد شرطي طبعا البيان ده أثلج صدور الكثيرين بالأمس طبعا يعني هنلقي الدوق على هذا البيان والتطورات اللي ممكن تحصل في القضية بعد كده ده محتوى الفقرة لبعد الأخبار مباشرة مع الأستاذ عاطف نظمي المحامي بالنقد والدستورية العليا الفقرة الأخيرة النهاردة هنتكلم فيها عن ملفات موضوع أمام لجنة الإسكان بالبرلمان هنتكلم عن التعديلات اللي صدرت على قانون الضريبة العقارية اللي وجدت صعوبة كبيرة جدا ساعة التنفيذ على أرض الواقع هنعرف آخر التطورات دي ممكن نتكلم كمان عن قانون التصالح في مخالفات البناء إزاي هيتم بتحديد تمن المخالفة وهتدفع إزاي والتسهيلات اللي ممكن تكون موجودة يعني عدد من القوانين المهمة الموضوعة أمام لجنة الإسكان بالبرلمان هيكون معنا في الفقرة المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب وفي الفقرة دي هنفتح لحضراتكم التليفونات يعني شاركونا بأرأكم اللي مر بتجربة في دفع الضريبة العقارية السلبيات إيه الإيجابيات يعني هنستنى تليفونات حضراتكم لو حد عنده أي استفسار بداية خلونا ناخد طلب تبرع مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم أي موجب أو أو على أن يكون سن المتبرع من 21 ل45 سنة والوزن من 65 كيلو والطول 170 سنتي ويكون خالي من الأمراض وطبعا الجسم يكون متناسق معنا ثلاث أرقام للتليفون 012-2586-342 أو 012-8849-3382 أو 012-11156-13 معنا استغاثة أستاذ أشرف من القاهرة أستاذ أشرف بعت لنا استغاثة على صفحتنا على الفيسبوك برنامج في النور أهلا بك يا أستاذ أشرف أهلا يا فضل أستاذ نور أهلا بك تفضل أهلا بك يا فضل أهلا بك يا فضل أنا حضرتك بأشتكي بأسوصة مدينة الرادية بكيلة 40 قريق مدينة سنعلي ما عليش أنا مستمع كويس ممكن بس تتكلمني بالروحة أنا حضرتك بأشتكي بأشتكي بطريق مدينة الرادية أيوة بطريق مدينة 48 أه ما لها إيه المشكلة بقى أنا فضل بكتب مستمع كدعي في أرض من 2011 أيوة من شركة الأمياط شركة مختارة مياهو أهلا بكتب شركة لي من جنات بتاع الشروع بعت لنا قلنا إن في تثمين الأراضي أه وبعت لنا إن كدعة الأرض بدي ألف وخمسون ميت جنيه من متر ده للمتر أنا فاكرا إن الشكوى دي جت لنا قبل كده من حد تاني غير حضرتك من فترة قريبة جداً نفس الشكوى في نفس المكان ها يا فادي لا إحنا أكثر من فادي أكثر من 4-3 أشهر آه والفيلا حتى يعني هو قال لي ساعتها قال لي إن الفيلا للي جنبيكو سمعني حضرتك أنا كنت سمعت إنه حتى الفيلا للي جنبيكو ما فيش أي زيادات حصلت عليها صح الكلام ده السابع عشرين احنا ستارين مليون ستارين مليون ستارين مليون ستارين مليون ستارين مليون يعني القاعدة دي أسان سان قريبة أرض ساسماري ولا هي أرض ملكة دائمة ولا أنا مشترين من عرف ولا وقبها وضعية آه إنت دافع تمانها وتمام يعني آه وصدة بريدة فين العجن فرجالها طب ايه اللي طرق ايه الجديد يعني ايه اللي جديد يعني ايه اللي جديد اللي خلى الفلوس دي يعني المبلغ ده يفرض على كل واحد مشتري أرض ايه اللي حصل يعني تحت اي بند الفلوس دي نزيل شهد جهاز فيه من سنة دون 2017 وقت المباني الناس وقت المباني قعدنا سنتين مرسلين لغاية الغاية وقعد كده ده الارض برابطة علينا طب قد قد يلي المباني طي اه تمام طيب حقاك بتوجه استغسطك لمين يا فندق نوريز الدمورية نوريز الوزراء لأي حد يرد علينا لانهم كده موقتين انا بيقتي انا اجيب لهم من يل انا متى كده اتخلصت تمنه ايس بالارض انا حتى عدي تمن الارض مرسلين ثلاثة يا يعني عدد الامطار اللي هتدفعها قد تمن الارض واكتر واكتر يا فندق انا مشتر الارض تاعتها كان المتر ستمائة جنيه ستمائة جنيه وبعد كده انا مشترينها ستمائة ستمائة تشتري وتعمر وتبني وتسكن بعيد عن الزحمة فهنا كده مش بنشجعهم احنا كده من احباتهم يا بالضبط يعني بعد كده انا بوقت يعني انا بوقت لان مريق اطلع بره السهرة بره الكهورة انا فيها تبرة السهرة ما اشي انوها لكن الناس يأخذ عليها السلام ده ومعجيب عن الجين دلوقتي مثلا بعد كده صارد علي ايه واشكرك جزيلا يا أستاذ أشوف واشكرك على وجودك معنا يمكن فكرة التوسع خارج نطاق المحافظات المليانة بالسكان زي القاهرة والجيزة وغيره فكرة يعني الرئيس بيدعمها بشكل كبير جدا اعتقد انه التسهيلات مفروض تبقى يعني موجودة بشكل اكبر من كده لما يكون شخص اشترى ارض المبلغ معين اروح انا فارد عليه مبلغ يفوق تمن الارض ثلاث مرات في حين ان دول شباب وعايزين يبنوا نفسهم وعايزين يبنوا المكان اللي اخدوه يعني مفروض يكون فيه نوع من انواع التسهيل محتاجين رد الحقيقة على هذه الاستغاسة احنا معنا تليفون تاني طيب هندخل مع حضراتكم فيه الاخبار واول خبر الحقيقة اللي يعني يفرح ناس كتير جدا كل الناس حسد باللمسة الابوية لما استضاف قداسة البابا توضروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية أسرة الشهدين عماد كمال وديفيد قداسة البابا استقبل أسرته في وادي النطرون في المقار البابا والحقيقة كانت لفتة أبوية جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة قداسة البابا رحب بيهم وتكلم معاهم وتمنهم وحسسهم انه مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير جدا وانه مهتم كمان بكل اللي بيحصل في المينيا بشكل كبير جدا ويمكن ده كان واضح قوي في البيان اللي صدر عن الكنيسة اول امبارح واللي قرناه على حضراتكم اللي بيوضح قد ايه الكنيسة مهتمة بكل التوترات اللي بتحصل في المينيا وانه في عدد من الحلول اذا اردنا دولة مواطنة الخبر بيقول استقبل قداسة البابا توضروس الثاني بالمقر الباباوي بدير الأنباب شوي بواد النطرون أسرة عماد كمال صادق وابن ديفيد طبعا اللي راحه ضحية حادث المينيا يوم الأربع الماضي وكان معهم عدد من أفراد عائلتهم حيث قدم لهم قداسة البابا العزاء في رحيل الأب والابن مؤكدا أننا نؤمن بالله ضابط الكل وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وأضاف نحن نودع هؤلاء الأحباء واثقين في عدالة السماء ورحمة الله وأشاد قداسة البابا بروح التعزية التي وجد أنها تسود أفراد الأسرة ودحدث قداسته معهم عن الأحداث الأخيرة التي جرت في المينيا مشيرا إلى متابعتها الدائمة لها وأن معالجتها تحتاج إلى قدر عالي من الحكمة وبعض النظر بصورة تقدم الهدوء والسلام لكل شعب المينيا وقال أيضا أن الاهتمام اهتمام الدولة طبعا بمشروعات التشغيل والتنمية وتطوير المدارس ونواحي الثقافية سيساهم وبقوة في تقليل بؤر التوتر والعنف نروح لخبر تاني وزي ما طبعنا مع حضراتكم من يوم لاتنين زيارة رئيس عبد الفتاح أسيسي إلى النمسا للمشاركة في المؤتمر الإفريقي الأوروبي هذا المنتدى الذي يدعم التعاون والتواصل ما بين القارتين بالفعل سيد الرئيس كان له كلمة مهمة جدا في هذا المنتدى والنهاردة سيد الرئيس وصل إلى مطار القاهرة الدولي قادما من النمسا بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة أربع أيام شارك الرئيس خلال الزيارة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما حيث تأتي مشاركة الرئيس في المنتدى إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفريقى والأوروبيين تلبية لدعوة من المستشار النمساوي الرئيس الحالي لاتحاد الأوروبي ورئيس أرواندي رئيس الحالي لاتحاد الإفريقي وتضمنت الزيارة عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والبحث العلمي والنقل والسكة الحديد وفضلا عن تبادل وجهة النظر وتنصيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك نروح لخبر تاني ونظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جمعة القاهرة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤتمر حمل عنوان مكافحة جرائم المعلومات شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من الباحثين والمهتمين بمجال الاتصالات تعالوا انتبع تفاصيل أكتر في التقرير الجاي موسيقى قانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المؤتمر الخاص بالنهاردة هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات طبعا حضرتك عارف انه القانون الجديد صدر في أغسطس 2018 ده واحد من سلسلة لقاءات واحداث بنحاول نشارك فيها في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علشان نعرف المجتمع الحقيقة بالقانون الجديد بالالتزامات المفروض انه الناس تبتدي تبص عليها بنعرف كمان المواطنين والمجتمع بالحقوق اللي بيوفرها القانون دوت بالنسبة لهم قدي القانون ده مهم بالنسبة لخصية المواطنين وحماية الاستثمارات القائمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص والاستثمار في مصر بشكل عام المؤتمر بيأتي عقب صدور القانون 175 سنة 2018 بالضبط من 5 شهور وده بيعدى أول قانون منظم للجرائم الإلكترونية في مصر وبيعتبر الشكل القانوني اللي هتسير عليه مجموعة الأحداث الإجرامية اللي هتحدث على شبكة الانترنت أو خارجها عبر وسائل الإلكترونية وبيعتبر خطوة جديدة في التشريع المصري ممكن انتظرناها مدة طويلة وسبقتنا العيد من الدول العربية طبعا والعالمية لكن أعتبر النهاردة المؤتمر بيناقش القانون من حيث السلبيات والإيجابيات لأن أي تشريع حتى لو صدر قريبا بيحتاج أحيانا للمناقشة للفهم والتوضيح بعض المساكل شهد المؤتمر عدد من الجلسات التي نقشت مؤشر الأمن السبراني العالمي وحماية الخصوصية ودور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ القانون 175 لسنة 2018 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني بخطة التنمية المستدامة ونشر الوعي لدى العاملين بالقطاعات الحكومية حول أهمية القانون قانون مكافحة جرائم المعلومات بين الواقع والتطبيق المؤتمر بيتم تنظيمه تحت رعاية وزير الصلاة الدكتور عمر طلعت بنائش في المؤتمر وده يمكن المؤتمر الأول من نوعه لمناقشة القانون اللي تم الموافق عليه والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس اللي فات بنائش في المؤتمر ايه هي أهمية المؤتمر أهمية القانون والحاجة إليه وطرق تطبيقه المؤتمر بيعمل بالتحديد على نشر الوعي ما بين الجهة المطبقة الجهة الإدارية والجهة الفنية اللي بتطبق القانون وفي نفس الوقت بنعمل على نشر الوعي عند عموم الناس في استخدام وسائل التواصل المختلف حضرك عارف ان احنا دلوقتي وصلنا التكنولوجيا التطورت في كل شيء مواقع التواصل الاجتماعي وكمان مواقع خاصة بنتكلم في المؤتمر عن الأمن السبراني وطرق الحماية اللي بتفعلها الحكومات واللي بتفعلها الدول المختلفة المؤتمر هو المؤتمر الأول من نوعه بالنسبة للقانون قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات في مصر المؤتمر بيتناول جوانب عديدة جدا أنا فيما يخصني فيها كان عندي ساشة المبارح خاصة بالدليل الرقمي دور مشغل الخدمة التزاماته دور الأفراد دور الشركات والتزاماتها في الدليل الرقمي تكلمنا عن حجية الدليل الرقمي وتعريفه وإيه أسباب قبوله وقدام المحكمة وإزاي أتحقق من دليل الرقمي كافية تستخراجه أنه فيه منهجية علمية لازم يتخذها الخبير في كتابة التأرير في التحفظ على الدليل في التحقق من صحة الدليل قدام المحكمة يأتي المؤتمر في إطار ارتزام الحكومة باستراتيجية مصر 2030 والتي تستهدف تطوير وبناء منظومة تكنولوجية تساعد على تمكين قطاعات الدولة من تحقيق أهدافها في التطوير التكنولوجي ورقمنة الأداء وتحقيق التكامل بين موالد الدولة بما يساهم في تطوير الأداء والنمو وترشيد استخدام موالد الدولة ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين ومكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية أصبحت الجرام الإلكترونية خطر بهدد أمن المجتمعات وأخلاقها الأمر اللي دفع بالمجتمع الدولي لإيجاد حلول ترصد وتجرب النوع ده من الجرائم اللي بيعتبر جديد على مجتمعتنا عن طريق صدور مقانون مكافحة جرائم المعلومات وتنظيم مثل هذه المؤتمرات كامل يوسف في النور كل سنة وحضراتكم طيبين طبعاً بتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول تقريباً لمعظم الصفوف الدراسية المختلفة والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم قالت أنها بتخصص غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول أكدت الوزارة أنها بتتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال غرفة عمليات في الوزارة بالتنصيق مع غرف العمليات في الإدارات التعليمية والمدريات على مستوى الجمهورية أضافت كمان أنه الوزارة بتوفر لجان من إدارات المتابعة والأمن للمرور على المدريات لمتابعة أعمال الامتحانات إذا تطلب الأمر الجدير بالذكر طبعاً أنه هذا التوقيت بتنطلق فيه امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الصفوف الدراسية بنتمنى لكل الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق وبتمنى أن التجربة اللي يمكن دي بدايتها الوقت ده السنة دي بداية التجربة الجديدة أو النظام الجديد للتعليم أتمنى أنه ينجح وأتمنى أننا نشوف الأخطاء اللي وقعنا فيها ونتعلم منها وأتمنى أنه يعني التجربة الجديدة دي تؤتي بثمارها وتخفف حدة العملية التعليمية ولو أنه في مجموعة كبيرة من النقاط اللي محتاجين إجابات عليها ومحتاجين نعرف إزاي هتمشي في المستقبل لكن يعني هي خطة طموحة ومحتاجة مزيد من الصبر علشان نشوف نتائج إيجابية على أرض الواقع نروح بقى لخبر تاني وانتشر كده على السوشيال ميديا منذ أيام عارفين حضراتكم البودرة بتاعت الأطفال في مركة معينة كده مركة مشهورة وعالمية قيل على بعض الوسائل الخاصة بالسوشيال ميديا إنه هذه البودرة فيها مادة مصرطنة الحقيقة للناس انزعجت جدا لأن معظم الأسر اللي عندهم أطفال صغيرين بيستخدموا البودرة دي ومنتشرة ومعروفة جدا في مصر وفي دول تانية كتير الحقيقة إنه وزارة الصحة والسكان أكدت على إن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أصدرت بيان توضيحي من مركز اليقظة الدوائية بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بإن بودرة التلك الخاصة بالأطفال طبعا بالمركة الشهيرة دي تتسبب في الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مادة مصرطنة أوضحت الدكتورة راشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة إنه بيان اليقظة الدوائية أكد إنه عالميا لم تقم أي من الجهات الرقابية بسحب أي من المستحضرات بتحتوي على مادة التلك فضلا عن إنه عالميا لم يتم العثور على أي معلومات تؤكد ارتباط مادة التلك بحد ذاتها في الإصابة بالسرطان وإن الأمر بيتطلب المزيد من الدراسات نروح لخبر تاني وافتتاح المؤتمر السنوي الرابع من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية مصطلح جديد السعادة الاقتصادية ده في شكل كبير من الرفاهية الحية شركة دكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتبعة والإصلاح الإداري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية والذي يقام تحت رعاية وزارة التخطيط وبحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد في مصر تعالوا انتابع تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية بحضور عدد من أساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر والمسؤولين التنفيذيين الحقيقة الدولة المصرية ده مفهوم السعادة الاقتصادية هو مفهوم مرتبط بالتنمية الاقتصادية مفهوم بجودة الحياة للمواطن الدولة المصرية كلها بتعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن ده هدف أساسي في برنامج عمل الحكومة في خطة الدولة وفي استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هدفها الأساسي هو جودة الحياة تحسين جودة الحياة للمواطنين طب إحنا بنعمل إيه؟ بنقول إن إحنا نهارده في استثماراتنا العامة التوجه الأساسي لتحسين جودة الحياة سواء من خلال النهارده بندي أولوية لبناء الإنسان المصري في التعليم الصحة عندنا استراتيجية جديدة للتعليم تهتم على الفكر تهتم على الإبداع ما بتبصش على عملية التلقين تهتم على تنمية مهارات الطفل وتنمية مهارات الطالب أيضا في مجال الصحة نتكلم النهارده على لأول مرة عندنا بنني قوائم الانتظار نتكلم على مسح هيكون الأكبر في تاريخ البشرية لأن نحن النهارده نتكلم على استهداف 60 مليون واطن في المسح الخاص بالأمراض المستوطنة فكر الاقتصادي في التنمية الاقتصادية تطور عبر العصور كان فترة التنمية الاقتصادية بتهدف لزيادة الدخل ثم التنمية البشرية ثم التنمية المستدامة حاليا الفكر الاقتصادي في الحقيقة بيهدف إلى تحقيق السعادة الاقتصادية بمعنى زيادة رغبات ومتطلبات تحقيق رغبات الفرد كلما رغبات الفرد تزداد كلما تتحقق السعادة الاقتصادية في تاريخ الأمم المتحدة بيرسط 8 مؤشرات بيقص بناء عليه رقم السعادة الاقتصادية في كل دول العالم هذا المؤتمر في العديد من الأبحاث هنطلع بتوصيات نحاول نطبق السعادة الاقتصادية في مجتمعنا المصري قالت السعيد أن الحكومة تسعى لتحسين حياة المواطنين من خلال تعديل قوانين الجهاز الإداري في الدولة وقانون الخدمة المدنية وما يكنت الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة لتوطين أهداف التنمية المستدامة موضحة أن الطريق ما زال طويلاً نحن بكل سنة بنركز على المؤتمر على الجوز الاقتصادي لأن القيمة المؤتمرات ده قسم اقتصاد أساساً في الأكاديمية فبتلاقي كل المؤتمرات اللي فاتت برضو بنتكلم عن الاقتصاد غير أن طبعاً أن الاقتصاد ده شيء أساسي في حياتنا كلنا يعني لو بنتكلم عن الاقتصاد هو عصب حياة كل مواطن الاقتصادياً لو فيه فعلاً نمو اقتصادي محسوس على أرض الواقع وأن يكون بيوصل ده للمواطن أنه هو يحس به ممكن نقول رضا أكتر من أنه هو سعادة يعني أننا نوصل للسعادة دي يعني خطوة بنأملها لكن على الآن بيكون فيه رضا من المواطن المواصلي على اللي بيحصل على أرض الواقع في الحقيقة فكرة النمو الاقتصادي يعني محتواها أو تعرفها اختلف عبر العصور فما كانتش دايماً فكرة سبتة وهي فكرة متحركة أنه رضا الإنسان عن وضعه الاقتصادي والعائد المادي والأدبي لمجهوداته أو ما توفر له الدولة من إمكانيات علشان يحيى الحياة الكريمة بيختلف من عصر الآخر وبيختلف أرض أيضاً من فرد الآخر لكن هنا طبعاً علماء الاقتصاد بيحاولوا ينظروا لكل فترة على حدة بمعاييرها المختلفة وإحنا النهاردة بصدد يعني تعريف جديد للرضاء أو لمدى رضاء الأشخاص عن مستوام الاقتصادي ومستوام الاجتماعي والمادي يعني بتعبير جديد اللي هو السعادة الاقتصادية انقسم المؤتمر إلى عدد من الجلاسات الحوارية وضر النقاش حول بداء تطبيق السعادة الاقتصادية في مصر والعلاقة بين السياسة الاقتصادية ومؤشرات الرفاهية إضافة لمتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية السعادة الاقتصادية كلمة ما بنسمعش عنها في مصر اللي نادراً الحقيقة إنما بنسمع عن كلمة النمو الاقتصادي لأنها جزء من خطة الدولة نتمنى المؤتمرات الاقتصادية لزي كده تقدم خطة اقتصادية مدروسة تحسن من مستوى معيشة المواطنين اللي عايشين في دولة أكتر من تلتها تحت خط الفقر فريد إدوارد سي تي في فنور الحقيقة برحبا حضراتكم معنا مرة تانية في النور وخلونا برضو نرصد كده الشائعات اللي بتحصل على السوشيل ميديا ومنها إنه بعض الناس كانت بتقول الأيام اللي فاتت إنه فيه شحنات عدس موجودة في السوق مصرطنة مش عارفة إيه موضوع شحنات العدس المصرطنة والبطاطس المصرطنة والبرتقان المصرطن والبرتقان اللي معرفش لونه إيه فجاي منين يعني مش كل الكلام اللي بينشر على الفيسبوك بيكون صحيح يا جماعة وكويس إنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ودي تاني مرة أو تالت مرة هيا بوجيه لهم التحية هم شايفين شغلهم على أكمل وجه كل اللي بيقلق الناس أو كل اللي الناس شايفة إنه مقلق أو يعني فيه نسبة من المعلومات اللي ممكن تمس حياة المصريين زي مثلا الأكل والشرب وإننا نشكك في الحاجات دي بيتوجهوا على طول للوزرات المعنية علشان يسألوها ويتأكدوا وينشروا المعلومات الصحيحة المركز الإعلامي المجلس الوزراء قال إنه في دوق ما تردد من أنباء عن استيراد شحنات عدس مصرطنة وتداولها بالأسواق تواصل المركز مع وزارة الزراع والاستصلاح الأراضي واللي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع مؤكدة على عدم استيراد أي شحنات عدس مصرطنة وإن العدس المطروح بالأسواق صحي وآمن ومطابق لكافة المواصفات القياسية مشيرة إلى أن أي محاصيل زراعية مستوردة بتخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء مش شددة على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية حضركم إزاي ممكن تتخيلوا أنه أنه ممكن يكون شحنات عدس فيها مواد مصرطنة وتمر على كل هذه الهيئات وهذا الكم من الرقابة وفي الآخر تنزل الأسواق ويتم تدولها والمواطنين هم اللي يكتشفوا أنها مصرطنة يعني غريبة شوية فبلاش ننصاق وراء كلام الفيسبوك لأنه بيرعب ناس كتير الحياة وفي ناس فعلا بتنقطع عن شراء مواد بعينها أو حاجات بعينها بسبب الكلام اللي بتقال على الفيسبوك تحية مرة تانية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذا المجلس النشيد جدا الرقابة الإدارية ونشطها الدائم كالعادة بتضبط صاحب شركة وآخرين استولوا على 25 مليون جنيه من بنك تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامي حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامي لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على دمة التحقيقات وتقريبا كل يوم بنقرأ خبر عن الرقابة الإدارية وقدرتها على الدرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين تحية مرة أخرى إلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على اللي بيبزلوا من مجهود من أجل القضاء على الفساد في مصر نروح بقى لخبر تاني والفريق أول محمد زاكي يتابع الإعداد الأساسي والتدريب العسكري للطلبة الجدد بالكليات والمعاهد العسكرية في إطار الحرص الدائم من القيادة السياسية على الدعم والتشجيع لهؤلاء الطلبة تعالوا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي في المول الحقيقة للطلبة المستجدين من الدفعة 115 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والذين يتلقون فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي بالكلية الحربية وتابع القائد العام عدداً من الأنشطة التدريبية للإطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل العسكري والحالة الإدارية والمعيشية لضباط المستقبل ورحب القائد العام بأهل الطلاب أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية مقدماً الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملتهم من مسئولية اجتماعية قبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها كما أدار القائد العام خلال الزيارة حواراً مع الطلب المستجدين استمع خلاله لأرائهم والصفصرتهم وناقشهم في مختلف المجالات من جانبهم أشاد أسر الطلاب بالروح المعنوية العالية والعزيمة والإصرار الذي لمسوه في عيون أبنائهم كما أكد الأهالي أن مشاعرهم تفيض بالعزة والفخر بانتماء أبنائهم لهذا الصرح العظيم فرحة فرحة ما يسعىش فرحة أكبر فرحة في الدني أنا قدمتي لهيالي الاتنين اللي قبل منه وما كانش ليه نصي دي تاني رجعت للبادلة في هدني تاني أنا أبويا كان في الجيش وأخويا كان في الجيش وابني في الجيش وابني وكل أبناء مصر فدى البلد دي فدى الطراب الأرض دي اللي احنا تربينا فيها وإحنا من عجينة الأرض دي بالطبع ده شرف عظيم أن ابن لي يعني ينتسب للمؤسسة عظيمة زي دي اللي حمي البلد طبعا لمن كل قلبي طبعا فرحانة به طبعا وأتمنى أنه يكون حاجة كبيرة وحاجة يعني ما قدرش أوصف لك مدى ساعته وأنه في وجوده في المكان ده حاجة يعني ربنا يحميهم ويحافظ عليهم يا رب المنتهى السعادة في النهاردة وتشوف فرحة الشعب المصري وبأبناءهم وحاماتهم الجيش والشرطة احنا مصر في ربط واحد ربنا يحمي مصر والشعب مصر وجيش مصر ورئيس مصر وأكد القائد العام أن فترة الإعداد العسكري هي النواة التي تغرس في قلوب المقاتلين روح الولاء والانتماء موصيا الطلاب بالتمسك بالعزيمة والإرادة الصلبة والصدق والأمانة لتبقى القوات المسلحة دائما درعا قويا يحمي الأرض ويصون الهرض حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة موسيقى مرحبا حضرتكم معنا مرة تانية في النور دكتور آخر خبر معنا النهاردة وعقوبات راضعة وغرامات بتنتظر أصحاب الأوكازيونات الوهمية ودول ما أكترهم الحقيقة اللي يكون عنده بضاعة بأسعار مثلا لو حاجة ب600 جنيه يجي وقت الأوكازيون يكتب عليها 750 جنيه ويشطبها ويكتب 600 جنيه فيبيع بنفس السعر الأصلي بس مع اختلاف أنه بيغير في الورق اللي بيبقى حطتها على الحاجة اللي عارضها عنده أكد الدكتور متحة الشريف عضو اللجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون حماية المستهلك الجديد بينص على عقوبات راضعة وبيفرد غرامات مالية ضخمة على أصحاب الإعلانات والأوكازيونات المضللة والوهمية لا فتن إلى أن هذا جزء من فلسفة القانون وأوضح الشريف أن عقوبة الحبس في القانون تقتصر على من يتعمد حاج بالسلع الاستراتيجية ده مهم جدا 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 لأن ده اللي بيخلينا ندخل في أزمات ملهاش أي لازمة وملهاش أي أساس من الصحة وإحنا جربنا ده على مدار الشهور اللي فاتت في أكتر من سلعة رز بقى أو زيت وقبل كده كان سكر يعني الناس بتخبي السلع أو بتخزنها لفتعال أزمة أو لزيادة الأسعار أو ما شابه وفي الآخر الناس بتحس أنه فيه نقص في السلعة دي وهو فعلا ما فيش نقص لكن فيه جشع وفيه تصرفات غير أخلاقية من بعض التجار كمان الحبس ده على من يتعمد حجب السلع الاستراتيجية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يثبت أنه بيروج لسلعة أو منتج يضر بصحة المستهلك طبعا زي المنتجات اللي بيتم الإعلام عنها في القنوات اللي هي زي ما بيسموها كده قنوات بيرتسلم يعني وطالب أيضا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد مؤكدا أن عدم إصدارها حتى الآن يعوق عمل جهاز حماية المستهلك ويقف حائلا دون تفعيل القانون الجديد كما لفت أيضا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان نص على أن هذا الجهاز يدبع بشكل مباشر لوزير التموين إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية أسرت على تبعيته لمجلس الوزراء وفقت الجلسة العامة على التعديل المقترح إذن هذا الجهاز المحترم جهاز حماية المستهلك بيتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر إلا أن رئيس مجلس الوزراء فوض وزير التموين للإشراف على الجهاز ما اعتبره دكتور متحة الشريف التفاف على رغبة وإرادة المشرع وإخلال بمبدأ التنافسية خلصت أخبارنا بعد الفاصل في متابعة لقضية سيدة الكرم وأيضا مجموعة من القضايا التي تخص الشأن القطي بعد الفاصل خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر